يا احلا وسهلا بيكو في الفيديو رقم اثنين الخاص بمقاطع التدريب الصوتي اللي احنا بنتدرب فيها مع بعض على جروب التليجرام طبعا الشرح بالتفصيل موجود في فيديو خاص فيه بالتفصيل انت ازاي ممكن تشترك في التدريب المجاني ده وازاي ممكن تتابع معانا او تحصل على متابعة مجانية مني مباشرة وازاي ممكن تحسن نطقك وتوصل الهدف الاساسي ان انت تحسن نطقك نطقك يبقى نطق فرنسي جميل مزبوط ابن مبدأ الدرس الجديد او الاصوات الجديدة اللي احنا هنتدرب عليها لازم نعمل مراجعة عن الدرس اللي فات وهعمل لكو ديكتاء صغير مطلوب منك ان انت تسمعني والمقطع اللي انت حتسمعه حتكتبه في التعليقات تحت او تدخل على جروب التليجرام عندي في البرايبت على الخاص تقولي ده حل الديكتاء اللي كان في الفيديو رقم اتنين ديكتاء لو مش عارف يعني املاء املاء تسمع مقطع وتكتب المقطع اللي انت سمعته لو انت جبت المقطع صح يبقى انت برافو عليك الدرس الاول تمكنت منه مية في المية وخلاص ركن المقاطع دي او ركن الاصوات دي بقينا متمكنين منها نروح للمقاطع اللي بعديها ونتقدم خطوة ورا خطوة نبدأ اسمعني كويس انا حقرر المقطع مرتين فقط واروح للمقطع التاني حيبقى عليك مقطعين وكلمة ديكتاء المقطع التاني المقطع التاني الكلمة هي احنا شرحنا الكلمة دي معناها ايه وتتكتب ازاي تمام اوكي ندخل بقى في درس جديد ومقاطع جديدة ان شاء الله هتتعلم وتستفيد استأذناك لو سمحت اعمل سبسكرايب للتانيل لو انت مش عامل اعمل لايك للفيديو لو انت مش عامل اعمل شير لأعز صحابك عايز تفيدهم وعايز ان هما يبقوا كويسين زيك اعمل شير للناس اللي انت شايف ان هما بيحتاجوا لنعدم الفيديوهات ممكن يستفيدوا لو لقوا المحتوى ده اخر حاجة اكتب لي comment comment ده قول في رأيك قول كلمة شكرا عبر عن اي حاجة بعد ما شفت الفيديو ده تمام دول بس اربع حاجات صغيرين عايزك تعملهم قبل ما ندخل في الدرس الجديد تدوس على سبسكرايب تدوس على لايك تعمل شير لحد من محتم ان هو يشوف المحتوى وتكتب comment صغير وحكون شكرا ليه جدا 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 يلا بينا نبتدي الدرس الجديد وعدتكوا باربع مقاطع هنتعلمهم جديد المرة دي المقطع يعني جزء من الكلمة هنشوف مع بعض اربع مقاطع المقاطع دي هتحرك لي الحرف الساكن L اللي هو صوته L تمام الحرف الساكن ده حيحركه الحرف المتحرك U I A U يعني هعمل اربع مقاطع بالاربع حروف دي طيب في مقطعين تانيين الحرف المتحرك U و E ولكن المرة دي عندي المقطع يبتدي بالحرف المتحرك بعد كده حرف الساكن اللي هو هو نفس الحرف الساكن تمام المقطع بيكون عبارة عن حرفين واحد منهم ساكن واحد منهم متحرك لازم ما اقدرش اقول عليه مقطع سيلاب اون سيلاب يعني كونسان فيال او فيال كونسان مش مهم الترتيب ولكن اقول عليه اون سيلاب طيب معنا اول حرف متحرك وهو لفايال U لو قبلي حرف ال L يبقى ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل يبقى أنا كذا عندي أربع مقاطع طيب نشوف النوع الثاني دلوقتي العكس كنت بقول دلوقتي حقول تمام يبقى أنا دلوقتي عندي مقطعين كان عندي دلوقتي كان عندي دلوقتي تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض المقاطع دي ونتدرب عليها أكتر تابع معايا وحاول تقرر ورايا زي ما أنتو جاهزيني أن فيه سطر مكتوب بطريقة وسطر التاني مكتوب بطريقة تانية السطر اللي تحت تونيك خيتيو عن كيغسيف كيغسيف هي دي الطريقة اللي مفروض تكتب فيها الحروف الفرنسية بشكلها الأصلي أما السطر اللي فوقه هو طريقة مفروض خاصة بالإنجلش أما اللي تحت مفروض الطريقة الخاصة بالفرنش اللي بيكتب عن كيغسيف يعني السطر التاني اللي تحت هم اللي بيدرسوا في المدارس الفرنسية وتعلموا تعليم فرنسي بيستخدموا الطريقة دي على طول وهي دي الطريقة زي ما قلت لكم الطريقة الخاصة بالمفروض باللغة الفرنسية الصح لكيتيو عن كيغسيف طيب يلا بينا نقرأ المقاطع هاول تركز معايا وتكرر ورايا ل لي ل ل إل إل ل إل ل مش كفاية إن أنت تقول المقطع مرة واحدة عشان توصل للصوت الصح المطلوب منك تكرر مرات عديدة حتى لو جبتها مرة كمل واستمر في التكرار لإنه مش كفاية تجيبها مرة خلاص توقف أبداً قوعد توقع في الغلطة دي أنا بقولك أهو قوعد توقع في الغلطة دي زبطت معاك مرة كمل لو ما زبطتش تاني يبقى أنت جبتها باي لك إنما لازم تجيبها صح خمس ست سبع عشر مرات ورا بعض ما توقفش أول ما تجيبها صح لأن أنت ممكن زي ما قلت لك ده باي لك لا أنا عشان أتأكد إن أنا جبت المقطع الصح أتقنته أدركت المخرج بالضبط هو وإيه هو لساني عارف يميز المقطع الصح وداني عارفت تميز أنا هنا قلته صح أو ما قلتش صح وبقك شفيفك مخرج الصوت قلناك هذا النطق ده كله لو عرفت تميز أوظفه إزاي عشان أجيب المخرج الصح أو عشان أجيب الصوت الصح يبقى أنت هنا وصلت بكتر التكرار توصل اللي يوصلك للنقطة دي هو كتر التكرار إنما جبتها صح مرة كده باي لك أقف لا عشان كده بقولك اللي يخليك تتيقن إن أنت خلاص يعني تمكنت من الصوت ده هو إنك تقولها صح عشر مرات ورا بعض صح بنفس الطريقة تمام؟ هو ده اللي يخليك أنا خلاص الصوت ده خلاص بقت بيرفكت فيه تمام؟ طيب بعد ما تدربنا مع بعض على مقاطع لازم نوظف التدريب ده أو نوظف المقطع ده أو وظفه في كلمة يعني أنا تدربت على صوت بعد كده مقطع بعد كده كلمة وهي ده أجزاء أو المراحل اللي أنت بتمر بيها عشان توصل لنطق الكلمة على بعض صح بعدين تقرأ جمل بعدين تقرأ نصوص وهكذا هو ده مراحل أو خطوات التدريجية الصح عشان توصل للهدف الأكبر تعالوا دلوقتي نقرأ الكلمات بتاعتنا عندي كلمة الجملة دلوقتي الجملة الثانية إلي إلي هو اسم ولد إلي اسمه مذكر مش اسمه أنت اسمه ولد مش اسمه بنت وإلي بيعمل إيه؟ إلي بيقرأ الأغ جملة معناها على بعض إلي لي لولو لي إلي إلي وهنا بردو لولو لولو دا اسم ولد يعني اسم لدكار ومش اسم مؤنث ستا نم مازكلان سنة نم فمنا هنا استخدام نفس الفعل يقرأ الجملة يقرأ والجملة الثانية هو يقرأ بكذا احنا خلصنا مقاطع الصوتية بتاعت النهاردة وخلصنا الدرس اللي حابب يدخل ويشترك من الأسبوع الثاني ايه هي المقاطع المطلوبة منك عشان تدخل تتضرب عليها ورد عليك بالتوجيهات اللي توصلك للنطق الصح المقاطع هي الأربع مقاطع اللي هنا مع المقطع اللي هنا مع الجملة يلي ولي يعني انتهى عليك ست مقاطع وجملتين لو سمحت لو سمحت كل مقطع في تسجيل وحده يعني متبعت ليش وان ريكورد فيه لو لي ل لأ حتساكل زي ما انا بقول أل ي لي ده المقطع الواحده وتقفل للريكورد وتبعته تسجيل التاني أل إي لي وتبعت الريكورد أل أ ل وتبعت الريكورد أ ل أ ل وتبعت الريكورد وهكذا مع كل سلاب أ شاك سلاب هتعمل نفس الكلام مع جمل نفس الكلام هتبعت جملة لوحدها وجملة التانية لوحدها إ لي لي ل لي دي لوحدها ودي لوحدها تمام طيب ايه هي الحروف او ايه هي المقاطع اللي احنا نتضرب عليها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي يعني ايه هي الأصوات اللي احنا نتضرب عليها في الأسبوع الثالث خليني أقول لك ايه هي حيكون معانا ان شاء الله الأسبوع الثالث المقاطع التالية معانا دايما حرف الأل لكنسا أل مع أ ي أ ي ا ا وكمان أ أل بيديني ايه ي أل بيديني ايه ي أل بيديني ايه طبعا في كلمات وجمل عندنا مقاطع جديدة وأصوات جديدة وتدريب جديد وتحدي جديد وناس ما شاء الله عليها بتثبت إن هي عايزة تبقى أحسن وأحسن ما شاء الله عليك بشكر بشكر كل اللي بيبعث لي على تلجرام وكل اللي بيبعث فويسات وبيعمل مجهود بصراحة مشكور بجد برافع عليك أنا بحييك بحييك بجد إنت يلي بتبعث لي ريكوردز وبتسجل وبتحاول لقو كمان برد عليك بالتعليقات وترجع تعمل محاولة بناء على توجيهاتي وتعليقاتي وبتوصل يعني أنا بحيي الناس اللي وصلت اللي فعلا وصلت للصوت الصح خلال الفايسز اللي وصلتني بحييك بجد وبشكركم بجد وإن شاء الله أنت اللي أنت قررتوا إن الأسبوع ما يفوتكوش وتتقدموا خطوة عايز أقول لكم خطوة على خطوة والله هتبقى قريتكو أجمل حاجة هتبقوا فخورين بنفسكو وعندكو ثقة عالية وإنتو بتتكلموا أو بتقرؤ برافو عليكو فرحونا بيكو بشكعكو أشوفكو الأسبوع الثالث يالا بخشن